اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات ل 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني سمعت البرج لنفترض انك انت سمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون نفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات ووين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او تحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان نقرب المسألة الى اقرب خانة ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمع طالعك اسمع طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي رح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة اه القمر رح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة رح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين اه ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعة على الخميس اه يعني بكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعة على الخميس ولغاية صباح يوم السبت احداش سبعة بكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتو تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي الها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك برج القوس طبعا المعروف يا برج القوس انه في هاي الفترة فيها نوع من انواع التقلبات ولكن التقلبات هاي في كثير منكم ما بعرف شو اسبابها او يعني بيحتار من السبب اللي بيأثر عليه بهالشكل او بالفوضى هاي اللي بتصير طبعا كل هاي الليها علاقة بتواجد الكواكب بشكل متناثر احنا بنسميها اه موجود في اكثر من برج ومعظمها بتتراجع فهاي بتسبب سلبيات بتعمل ضغط بتعمل مشاكل اه بتجيب اشياء مفاجئة بتجيب توترات مفاجئة فخلينا نعرف احنا الكواكب هاي بدنا نشرح اللي ابدأ اشرح لكم اليوم انه هاي الكواكب ايش الايجابيات اللي بتعطيها وايش السلبيات اللي بتعطيها ايش اللي انت يعني تستفيد منه ايش اللي انت تحذر منه وخصوصا مع هاي الفترة كاملة وطبعا زي ما حكينا انه احنا بنشرحها بطريقة كأنه بنشرح توقعات شهرية وبرضو اسبوعية فمنحط كل اسبوع لحركة الكواكب هاي على اساس انه نشوف الاغل السمى الغالبي علينا ايش بتكون وبعدين منذكر التوقعات الاسبوعية اللي هي حركة القمر وايش القمر رح يعطينا بالفترة القادمة طبعا اول اشي رح نبدأ معاه اللي هو الشمس بما انه الشمس موجود في البيت الثامن فهو بيت الاموال المشتركة فهو يعني بعزز امور الهلاقة بالقروض بالديون بالمداخيل بتحصيل بعض الاموال بيجيب لك اشياء لها علاقة لحلولها بعض الامور اللي لها علاقة بالضريبة بالتأمين بالميراث سداد ديون يعني بكل الامور هاي المشكلة انه هو بعطيك ايجابية ولكن سبب الزوايا التربيع اللي هو بشكلها صار منتحس الشمس فمعناته بده يعركس على الامور هاي بده يعطينا اياها بشكل سلبي وصار برضو انه عطارد موجود في نفس السرطان له بيتك الثامن بتراجع يعني تراجعه رح يستمر لغاية يوم 12 الشهر يعني قول له 15 الشهر لا ينتهي من كل الزوايا السلبية تعته ولكن انه بما انه بتراجع برضو سلبي وعطارد بعطيك دائما اشياء سلبية بشكل مفاجئ وبوترك من خلالها او بتجيب لك ارباكات بتخليك متوتر او مشحون بطاقة سلبية عالية جدا بتكون منه طيب اجينا هسا الى الزهرة الزهرة موجودة في بيت الشراكة قوي جدا ايجابي انهت تراجعها فصارت الامور ايجابية فيها فبصير الرغبة في امور الها علاقة بتطوير علاقة عاطفية من مرتبة عاطفية لمرتبة زواج بتجيب فرص لزواج بتجيب فرص لارتباط بتجيب فرص لشراكات جديدة شراكات عمل شراكات هواية شراكات شراكة شراكة مال وعاطفة يعني على الجهتين رح تعطيك ايجابيات وتحقق لك بعض الاشياء اللي حاول انك انت تستغلها بالفترة اما بالنسبة للبيت الثاني اللي هو الجدي طبعا معروف انه الجدي موجود في بلوتو المشتري زحل والثلاثي هدولا بيتراجعوا طيب معناته البيت بالنسبة لك البيت الثاني هذا بيت المال بما انهم بيتراجعوا اسلبيات معناته بدو يضغطك بالامور المالية بدو يسبب لك بعض المشاكل بدو يقزم الوضع المالي بدو يراكم عليك الديوم بدو يخليك شوي تقلق بسبب وضع مالي بيخليك حتى لو اجاك شوية فلوس بتصير تفكر بعملية الاسراف والتبذير وكيف دك توزع الفلوس هاي وفي نفس اللحظة بيضغطك بشكل كبير لدرجة انه انت بتحس بضغوط مالية ما مرت عليك من سنوات فعشان هيك الفترة هاي بتكون حاملة هاي الضغوط وبتسبب لك ارباكات مالية طيب عندك المريخ في البيت الخامس المريخ دخوله للبيت الخامس مش سهل ماشي بعطيك اندفاع لحب النزوات حب الخروج تغيير الجو الرفاهية الترفيه عن النفس كلها هاي الامور بعطيك اياها بل لكن بالمقابل شو بسوي هذا بعطيك سلبيات هذا بعطيك قدرة يعني بيخلي عندك رغبة بالتحكم انك بدك تتحكم في الحبيب بدك تفرض سيطرتك عليه بدك تحاول انك يعني كيف تحطه تحت جناحك بمعنى اخر هاي الامور كلها بتصير سلبية لانه طبيعة الحال ممكن الحبيب ما يكونش برجه قابل لهاي الامور ممكن برجه برفض هاي الامور في هاي الفترة فممكن يسبب خلاف وشقاق ونزاع ما بينك وبينه لدرجة انه تنتهي علاقة عاطفية بسبب تواجد المريخ اما بالنسبة طبعا جمل ما نروح اما بالنسبة خلينا نرجع لوحة دي هاي ما بتتعلق بس بالحبيب اللي هو حبيب العاطفي حتى الى علاقة بالابناء يعني اللي عندهم ابناء بلاحظوا حالهم انه هم بحاولوا يسيطروا على ابنائهم ويحكموا ابنائهم بالفترة هاي ويدخلوا بشؤون ابنائهم وهاي بتسبب برضو فجو كبير ما بينهم بين الابناء خلينا نروح على اما بالنسبة اما بالنسبة لنبتن نبتن موجود في البيت الرابع فهو الو علاقة بالبيت الو علاقة بالعقارات الو علاقة بافراد العائلة الو علاقة بالاثاث بالديكور كل شيء الو علاقة بالبيت او ما تحت سقف البيت او العقارات او افراد العائلة فهذا الو علاقة بالبيت الرابع بما انه نبتن بتراجع قاعد معناته نبتن له بالعواطف والو بالاحاسيس والو بالافكار تراجعوا يعني سلبي فمعناته رح يتفكر فيهم سلبي رح تحاول تبعد عنهم رح تحاول تنطوي عن نفسك رح تحاول انه انت تشك فيهم رح تحاول انه تشك بافراد العائلة بتفتح لك بعض الخلافات بتعطيك بعض الاوهام على مستوى العقار او على مستوى الاثاث او المشتريات يعني كلها بتأثر على هاي الامور طيب نيجي لآخر كوكب اللي هو أورانوس كوكب المفاجآت اللي بيجي يا مفاجآت سلبية يا مفاجآت إيجابية وما عنده حل وسط وبما انه البيت السادس هذا بيت العمل وبيت الصحة معناته هو رح يعمل مفاجآت اما على امور العمل او مكان العمل او زملاءك بالعمل او رؤساء كل اشي له علاقة بالعمل او يجيب لك عمل وبالمقابل برضو له علاقة بالصحة معناته يا بيجيب لك مفاجآة انك انت تتشافى من مرض او تجد عمل بشكل سريع او بيجيك عرض بشكل جيد او العكس تماما انك بتخسر عمل او بيصير في مشاكل معك بالعمل او بيجيب لك امور لها علاقة بالصحة تطور لوضع صحي بيكون بشكل سلبي شوي هاي الامور بدك تكون من تبهلها صحيح انه اورانوس ما بتراجع ووضعه ايجابي فما بيخوف على امور الصحة تحديدا ولكن برضو بدك تكون حذر ان شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف ايش اللي رح يعطينا اياها حركة القمر من ايجابية ومن سلبية عشان انتو تعرفوا كيف تتحكموا بالفترة القادمة وتعرفوا كيف تسيطروا على اموركم من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود في القوس يعني موجود عندكم فعشان هيك بتكون ثقتكم بانفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل لكم انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر في خلال الفترة هاي اذا استغلتها بشكل ايجابي من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالجدي فعشان هيك الفترة هاي بتحمل فرص لمكاسب مالية من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما اهم ايش انك ما تتكبر الكواكب تعمل لصالحك وبتسهل حياتك لا تسمح لاحد بانه يغشك كون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الدلو فعشان بالفترة هاي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة او اجتياز امتحان فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل تتحرك بفاعلية كبيرة وبتقوم باتصالات واسعة ممكن تحملك تنقلات بعيدة يعني ما بين المدن او تسفر عن اتفاق او مصالحة بتكون لصالحك من منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس حتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت فهاي الفترة الها علاقة بالبيت والعقارات بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تتوتر وترتبك بالفترة هاي حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في عقار او الانطلاق في ورش الترميم وتأهيل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء